موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله توقف بيان القوى العاملة أمام الشورى هذا الأسبوع عند التطورات التي يشهدها سوق العمل ولامس بواقعية التحديات لاستيعاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من حيث التركيبة الهيكلية وظروف العمل وثقافة المجتمع وقيم العمل وتحديات ذات علاقة بالقوى العاملة الوافدة اهتمام واضح للغاية بملف فرض نفسه بقوة وهو موضوع الباحثين عن عمل وضرورة توفير فرص العمل المتجددة للشباب والوصول إلى حلول مستدامة لهذه القضية وتهيئة الفرص الحقيقية لولوج الكادر الوطني من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة إلى المواقع الاشرافية في مؤسسات القطاع الخاص مع تنامي أدواره ومسؤولياته الاجتماعية وتشير الإحصاءات إلى أن منشآت الدرجة العالمية والممتازة والاستشارية والأولى هي الأكثر تشغيلا للقوى العاملة الوطنية فيشكلون أكثر من 95% من إجمالي العمانيين بالقطاع بينما بقيت منشآت الدرجة الثانية والثالثة والرابعة أقل تشغيلا بنسبة تقل عن 5% من مجموع العمانيين في القطاع الخاص في المقابل أشير إلى وجود 128 ألف وافد مقابل 16 ألف مواطن فقط من الإجمالي العام من حملة المؤهلات العليا ما يشكل ضغطا فعليا على التحويلات المليارية السنوية بسبب ارتفاع معدلات أجور هذه الفئات قضية أخرى تم تداولها وهي ظاهرة تعدد السجلات التجارية فبعض المواطنين يمتلكون أكثر من 200 سجل تجاري كما يمتلك آلاف الموظفين سجلات تجارية مختلفة ووفق التحليلات يشكل جزء من تلك السجلات شكلا من أشكال التجارة المستثرة التي تنخر في جسد الاقتصاد الوطني ومقدرات المجتمع وفي هذا الصدد تم ملامسة بعض الملاحظات التي رأى الشورى بأنها في حاجة إلى مراجعة وهي آليات مكافحة التجارة المستثرة وتقوية فعاليتها فكما طرح بعضهم أن المواقع التي تستهدفها حملات التفتيش تصلها معلومات عن عملية المداهمة قبل وصول الفرق إلى المواقع المستهدفة ما يؤثر على تحقيق النتائج الكلية وأكد النقاش على ضرورة بناء القدرات التحليلية للاستفادة منها في تطوير التشريعات ومعالجة الصعوبات وصياغة السياسات المتطلبة لتنظيم سوق العمل ومعدلات الإنتاجية المفترضة وتشكل القوى العاملة واحدة من الجهات التي تعتبر إجراءاتها المرنة محفزا مهما من محفزات الاستثمار أرحب بضيوف هذه الحلقة سعادة أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس لجلس الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى الأستاذ عبدالقادر عسقلان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار الأستاذ إسحاق بن جمع الخروصي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة أرحب بالضيوف الأعزاء كما أرحب بكم مشاهدين أينما كنتم عودوا إليكم بعد هذا الفاصل فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مباشرة ما هي النتائج التي رشح عنها اللقاء المجلس بمعالي وزير القوى العاملة فيما يخص واقع سوق العمل العماني والشراكة من أجل تحسين هذا السوق وتنظيم مساراته نعم طبعا استضافة معالي الشيخ وزير القوى العاملة جاءت إثراء الحاجة إلى الاستغلال الأمثل لكل الموارد الوطنية المتاحة وأمام هذه التقلبات في اقتصاليات العالم نحن بالفعل بحاجة ماسة إلى استغلال المورد البشري المتاح في السلطنة وهي قوة العمل العمانية الغير مستغلة في هذا الجانب وبالتالي فقد ناقشت المجلس الشورى معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول أهم أسباب هذه المشكلة وما هي المعوقات الحقيقية وما هو إمكانية تجاوز هذه التحديات في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد حلول مستدامة نعم بالفعل طبعا هذه المشكلة أو هذه القضية وهذا التحدي يعني موضوع تشترك فيه أطراف كثيرة القطاع الخاص المؤسسات الحكومية ليست فقط وزارة القوى العاملة وإنما الوزارات المعنية الأخرى طرح معالي الشيخ ما هو الموقف بالنسبة إلى وزارة القوى العاملة وقد أكد أن وزارة القوى العاملة ليست معنية بتوفير فرص العمل وإنما تشغيل المتاح من القوى العاملة الوطنية نعم طيب في هذا السياق يعني ما هي المتطلبات تنظيم سوق العمل سعاتك من حيث نظرة المجتمع كثقافة إلى العمل في القطاع الخاص وفرص التطور الوظيفة أيضا لأن هذه النقطة كانت في غاية من الأهمية في عملية النقاش الذي دار في المجلس التي يجب أن تؤمن للمنتسب في القطاع الخاص نعم طبعا تحدثنا سابقا عن الفقوات الكبيرة في المميزات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وكما درجت الثقافة منذ فترة طويلة بأن القطاع الخاص في بعض مؤسساته غير قاذب إلى القوى العاملة الوطنية لكن هذه الفقوات وهذه الثقافة حقيقة نأمل أن تكون في السنوات القليلة الماضية بدأت بالتلاشي أو بدأت في التقليص الفقوات تذوب تدريجيا لصالح الإنخراط في القطاع الخاص باعتبار أن أدوار الدولة الآن تتقلص فيما يتعلق بفرص العمل لصالح القطاع الخاص الذي يجب أن يكون بمسؤولياته في هذه المرحلة هو حقيقة يجب أن أدوار الدولة تتقلص فيما يخص القطاع العام كتوظيف وأيضا دعم القطاع الخاص في استقطاب هذه الفئة واستغلال هذا المورد الوطني الهام نعم أستاذ عبد القادر أنتقل إليك ما هي العوامل التي قادت النظام المصرفي القطاع المصرفي إلى تقديم تجربة توصف بالنموذجية فيما يتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاعات الأخرى التي ما زالت طريق طويل أمامها لتحقيق نفس المستوى الذي وصل إليه القطاع المصرفي صحيح في الواقع تجربة القطاع المصرفي في مجال التعمين كانت لا تعتمد على العدد ولكن كانت تعتمد على النوع منذ البداية وهذا هو التعمين الحقيقي هل ناتج ذلك عن طريق تشريع من البنك المركزي؟ بدون هو ما فيه تشريع هو فيه توصيات من البنك المركزي بضرورة المشي في التعمين وعطونا حد معين بسنة الألفين برنامج زمني أنه يكون 92% مجموعة العمالة الوطنية في البنوك نعم لكن التهمت البنوك في موضوع التعمين حتى أنه يعني إحنا في البنك أمان العربي وصلنا 92% قبل الألفين لأنه انتهجنا كنا نركز إحنا على تأهيل تأهيل الكادر الوطني وليس زيادة العدد بالنسبة للبنوك لأنه إذا بدك تحط في البنوك كيف ركزتم على التأهيل؟ يعني هل بنات؟ أنا أعطيك تجربتي في الواقع أنا لما يعني كنا نعين إحنا الكواد الوطني ونبدأ بتدريبها مباشرة تدريبها على رأس العمل منذ الالتحاق الأول منذ اللقاء وندربهم حوالي 6 شهور أو سنة بعدين نأتي إلى تطويره بشكل أنه يأخذ موقع قيادة للموظف فكنا نضعه بعد التدريب بجانب الوافد لرئاسة قسم معين ونتركه حوالي شهر أو شهرين بجانبه توفرت الإرادة إذا ما هو بدك أنت بدك تؤمن فيه إذا ما آمنت في الكادر الوطني كمنتج لا يستطيع أنك تسول التعمين النوعي مش العددي يجب أن تؤمن فيه كمنتج أولا لما بتحطه في جنب الوافد بتقوله أنه أنت معاك 3 شهر تتعلم كل اللي موجود إمامك وبعديها تعطي الوافد إجازة وتخليه يقعد محله وتفهمه أنه إذا أثبت موجوديتك واستلمت العمل بالشكل المطلوب أنت ستكون على رأس هذه القسم وتقوده وإذا فشلت معناته بدك تتنحه ويجي حد ثاني بدأ له فكان يشتهد أحد ثاني زميل له من الكوادر الوطنية نعم فكان يشتهد حتى يبقى على رأس القسم ونعطي الوافد ست أشهر بعد ست أشهر نعطيه إجازة إذا مشى الأمور والكاد الوطني قام بالعمل ما نرجع الوافد هل جميع البنوك المصارف التزمت بهذه الآلية؟ هو بجوز ما بها الدقة هذي لكن انتهجوا برنامج تدريب عام للكوادر الوطنية من ست أشهر إلى سنة؟ من ست أشهر إذا كتأهيل تمهيدي؟ يعني احنا عنا مركز تدريب كمان في داخل البنك نعم نكننا باستمرار نعطي دورات سواء نجيب محاضرين من الخارج أو محاضرين من الداخل يحاضروا بالأقسام اللي هما يشتغلوا فيها للي معينين جدد في البنك يجب أن يمر على دورة تدريب قبل ما أنا كنت سلمت شغل مباشر لأن الشغل المباشر في البنك إذا لم يكن الكادر مدرب يسيء للبنك لأنه بده يفهم لأنه أي تصرف مع العملاء أي سوء بالأمانة بده كله هذه ثقافة يجب أن يفهمها بطبيعة عمل البنك وهذا اللي كنا نركز عليه لذلك الكوادر العمانية والوطنية اللي اشتغلت في البنوك كانت كلها مدربة ومهيئة لاستلام مراكز قيادية فيه بمعنى القطاع الخاص في القطاع المصرفي كان جزءا أساسيا في عملية التأهيل والتدريب لفتح المجال للكادر الوطني للدخول إلى المواقع الإشرافية وبدلت جهد ما في شك أنه بدلوا جهد كبير حتى أنه يخلقوا كادر عماني مدرب باستلام القيادات في البنوك نعم أستاذ إسحاق بناء على هذا المعطع كيف يمكن أن نشاهد نفس التجربة في باقي القطاعات التي ما زالت غير محققة للأهداف التي يشير إليه رجل عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام نعم طبعا التجربة البصرفية هي التجربة الرائدة عندنا في السلطنة ولهذا دائما نحن لما نلتقي في أي محافل نذكر أنه الأنجح قطاع وتحققت فيه التعمين هو القطاع المصرفي وذلك بسببين أساسيين السبب الأول في وجهة نظري التي هي وجود القيادة لهذا القطاع وهو البنك المركزي الذي كان متابعا منذ البداية بخطوات مدروسة وسليمة النقطة الثانية هي إرادة القطاع الخاص في الجانب المصرفي بتأهيل أو أن يكون جزءا من التأهيل أن يكون جزءا من التأهيل وأن المواطن يأخذ قدم في القطاع المصرفي فهذا الشيئين الأساسيين اللي تبناهم القطاع المصرفي فأصبح ناقحا تأجي في باقي القطاعات للأسف لا نقدر ريادة من هو الرائد أو من هو المسؤول عن هذا القطاع ولا تجد نفس الشيء الإرادة الحقيقية من أصحاب الأعمال في القطاعات الأخرى لتأهيل الكوادد الوطنية فتلاحظ هناك فيه فوارق وفيه فقوات كبيرة بين الدرجات الدنيا من الوظائف وبين الدرجات العليا من الوظائف ما بينهما تحصل نسبة قليلة من الكوادد الوطنية المتواقدة في هذا القطاع ونذكر كثير من الأمثلة ذاقين على القطاع النفط والغاز القطاع الصناعي القطاع السياحي وكثير من القطاع الوساطة المالية أيضا من القطاعات الذي يقال أنه حقق نتائج جيدة في هذا الإطار طبعا وأنا ثمن على الأستاذ عبدالقادر لما قال أنه كل ما أعطينا المسؤولية للكادر العماني أثبت قدارته كل ما منحنا الفرصة لهذا وجدواها الاقتصادية كاستثمار في رأس المال البشري طبعا حتى لما قينا نقارنها بموضوع مالي بتجد أنه كل ما أنت رفعت من مستوى إلى مستوى لموظف بتعطي زيادة زيادة مناسبة غير أنك لما تجيب أنت شخص خلاص صاحب خبرة أقنبي بتعطي كم من الراتب فهنا الاختلاف بإمكانك أنك تعطي العماني لهذا الموقع وتسلمه وتزيد له في راتبه 100 ريال لكن لو قيت موظف قديد أنت خسرت أول أن تأهيل هذا العماني وبالإضافة إلى ذلك وتكبر أنك تعطي هذا الوافد على الأقل يمكن 500 ريال إضافية فبالتالي من هو الربحان نعم هذه في الفئات التي ربما من حملة الدبلوم العام فما دون هناك حسب الإحصاءات أيضا ما يزال فرق كبير بين عديد القوى العاملة الوافدة من حملة المؤهلات العليا وبين العمانيين المنتسبين أو الملتحقين في القطاع الخاص ما يزال الفرق كبير في الواقع حتى في هذه الفئة فئة حملة المؤهلات العليا هل الموضوع تدريب مرتبط أيضا أم بحوافز بيئة العمل بالقطاع الخاص برأيك حسب ما تتابعون من خلال أداء النقابات العمالية وأيضا مهام الاتحاد نعم إذا قينا على المخرجات الجديدة فأحنا ما عندنا أعتقد أنه خلل فيها لأنها مخرجات مؤهلة ومدربة على حسب موائمة سوق العمل ولكن المشكلة الأساسية أو النقطة القوهرية هي كيفية تأهيل الكوادر السابقة المنخرطة في القطاع الخاص وعملية تأهيلهم وكيفية انتقالهم من عمالة غير ماهرة إلى عمالة ماهرة ومن عمالة ماهرة إلى عمالة أو إلى متخصصة ومن ثم إلى قيادات فهذه المرحلة لا موجودة للأسف في القطاع الخاص إلا من رحم ربي أين توجد الحلقة المفكودة برأيك؟ التدريب التدريب والإشراف على التدريب القوة العاملة تقدم حزم تدريبية في الواقع مثلا للمخرجات هل تعتقدون أن الجرعة قد لا تكون كافية مثلا أسابيع معدودة أو أيام معدودة مثلا؟ للأسف التدريب التي تقدمه وزارة القوة العاملة هي تدريب غير مدروس أو غير متخصص بالصورة الصحيحة هي مقرد أن معاهد معاهد ذات مستوى لا نقول متدني ولكن لا يلبي المستوى المطلوب طموح سوك العمل الرهن طبعا ساعتك هل نقشتم مع القوى العاملة موضوع التدريب بحيث يصبح القطاع الخاص أحد شروط إنتاجه كما ذكر الأستاذ عبدالقادر يكون التدريب والتأهيل للولوج مباشرة إلى المرحلة التالية وهو إنجاح خطط الحكومة فيما يتعلق بالتعمين طبعا موضوع التدريب في هذه الجلسة كان يعتبر الثاني بعد قضية الباحث للعمل وتطرقنا إلى ما تطرق إليه الآن الأخص حاق وهو موضوع النوعية التدريب المتاحة كذلك فإنه من المطالب يعني مطالبة الوزارة إلى التركيز على معاهد التدريب الوطنية إعادتها نعم توسعة الطاقة الاستيعابية لها تحليلات سوق العمل وما يتطلبه من نوعية العمالة أو الأخصائيين والفنيين وعلى ضوءه يعني يتم إعداد المسارات التدريبية لهم حقيقة كان عندنا تقربة مميزة في معاهد التدريب المهني منذ بداية الثمانينات ويعني غذت سوق العمل بعمالة عمانية مدربة متميزة أثبتت قدرتها على مدى السنوات اللاحقة نحن نحتاج حقيقة في السنوات الأخيرة صار هناك تراجع في هذا الجانب وما نراه بأنه اعتماد كبير على معاهد التدريب الخاصة وهذه تحتاج إلى وقفة لأنه هناك ثروات وطنية كبيرة يعني تنقل إلى هذه المعاهد مع عدم التأكد على مخرجات هذه المعاهد وقودتها من خلال المؤسسات التي يتم الالتحاق بها من قبل هذا الشباب نعم طيب في هذا الإطار أستاذ عبد القادر هل تعتقد أن شركات القطاع الخاص نتحدث عن العالمية الممتازة الأولى فالثانية ربما يعني كما فعل بالضبط بالتحديد القطاع المصرفي كل الشركات الكبيرة هنا لديها الإمكانيات أن تعمل مركز تدريب هل توجد هذه المراكز بها الآن؟ في بعض عندهم وفي بعض ما موجود وإنما يترك الكادر أن يتعلم بنفسه من ما هو أمامه لكن بدون عمق وبدون تركيز على إرشاده على كيفية العمل الجيد لذلك تبقى معلوماته محدودة ما ممكن يتطور لاستلام القيادة والمراكز القيادية في المؤسسة لأن معلوماته ما بقيت محدودة بدون أن يعطى برنامج مكثف للتدريب على رأس العمل إذن إدارة البنك هي من تفسح المجال للكادر الوطني لكي يحل محل العامل الوافد فيما يتعلق بالمواقع الإشرافية تجربة البنك هو كل شيء يقع على على عاتق إدارة البنك وإيمانها بالكادر الوطني ويسحب هذا على إدارة الشركات أيضا بالنسبة وذلك يقع على مسؤولية إدارة الشركات لأنه مثل ما قلت يجب أن تؤمن بقدرة المواطن اللي أنت عينته في الشركة لا تضع عددا بل اضعوا إمكانيات اعتبروا إمكانيات يجب أن يجب أن تدرب تدريب جيد ومكثف حتى يتطور ويكون قيادة في المؤسسين نعم ساعتك من التحاليل يعني الجديرة بالاهتمام حسب ما قرأنا في ذلك اللقاء أن الشركات العالمية والممتازة وأيضا الأولى هي الأكثر تشغيلا بواقع 95% من إجمالي العاملين بينما الثانية والثالثة والرابعة هي أقل من 5% كيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة الشركات الكبيرة هي أكثر تشغيلا للقوى العاملة الوطنية مقابل 5% فقط لشركات الأقل من ذلك الثانية والثالثة والرابعة وطبعا حسب ما جاء في بيان مثل ما تفضلت وزارة القوى العاملة بأن هناك 136 ألف شركة من ما بين الرابعة إلى الثانية و18 ألف شركة من بين الأولى إلى العالمية المكون الأساس هي الشركات الثانية والثالثة والرابعة نعم بالضبط وطبعا تقر وزارة القوى العاملة بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقل قذبا طبعا هذا يترتب أو يرجع إلى بيئة العمل القدرة قدرة الاقتصادية لذلك الشركات نعم على على استقطاب الشباب العماني كذلك لا ننسى بأن الكثير من الشركات العالمية ومن هي الفئة حولها يعني مساهمة مساهمة فعالة في عملية التنمية ولديها المناقصات والمشاريع الحكومية وهي بالتالي قادرة على دفع يعني الرواتب واستقطاب الشباب العماني إلى هذه الفئة نعم أستاذ إسحاق يعني أيضا فيما يتعلق بتحليل البيانات الإحصائية لأن ربما الإحصاء خير من يوصلك إلى النتائج نجد تشغيلا مستمرا في الواقع للقوى العاملة الوطنية لكن معدل الثبات حسب الأرقام المنشورة ضعيف للغاية مقارنة بحالات التعيين نتحدث عن خمسمائة أو ستة وتسعين ألف معين مقابل أربعمائة وسبعة وثمانين حالة استقالة وإنهاء خدمة في غضون من تسع إلى عشر سنوات هذا يرجع بسبب أساسي أنه عدم استقرار في القطاع الخاص لعدم وجود حوافز وعدم وجود نفس الشيء ضمان اجتماعي لاستقرار الكادر العماني السببين الأساسيان هذا طبعا لا بد أن يكون معالقتهم معالقة تقليص الفوارق بين القطاع المدني والقطاع الخاص في جميع الأمور إذا كنا في الأمور المالية أو إذا كنا في الأمور المزايا الأخرى الإضافية إذا كان في ضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد وإلى آخر ما هي الأمور التي بقيت بها فرق كبير هناك حقيقة تقارب كبيرة الآن أصبح في الحوافز سواء في إجازة نهاية الأسبوع أو في المعاشي التقاعدي أو في الحد الأدنى للأجور 325 ريال للملتحق ربما نتكلم عن الملتحقين من الدبلوم العام فما دون ذلك كثير من الحوافز أيضا قانون العمل التعديلات التي طرعت على قانون العمل قاربت في يعني في الوظائف بين القطاعين العام والخاص ولكن تجد هناك بعض الفقوات بينهما يعني ما في مساواة حقيقية بين القطاعين إذا قلنا نشوفها تحصل أنه أولا في مسألة العمل والأجازات والحوافز الأخرى التي تمنح الحكومة الأجازات المرضية مرافقة مريض نفس الشيء في مسألة التقاعد بعد كم سنة جميع هذه الأمور هي فوارق بين القطاعين لا ننظر فيها على أساس أن الحكومة أو القطاع المدني هو الصحيح ولكن لا بد أن يكون هناك عدالة بين الطرفين أنه عندنا مشكلة في القطاع الحكومي هل هو المفترض أن يكون الدوام سبع ساعات أم ثمان ساعات أو تسع ساعات فلازم ننظر أيهما الأصح ونصحح عليه هل هي الأنسب أنه التقاعد يكون بعد خمس تعشر للنساء وعشرين للرقل أو وصول السن التقاعدي وهو ستين سنة فلا بد أن ننظر أيهما الأصح ونصحح عليهم يعني نحن لا نطلب أن والله التصحيح يكون في المسار الخاطئ ولكن التصحيح في المسار الصح أيهما الأصح القطاع الخاص أم القطاع المدني أيهما يأتي في إنتاجية البلد أو أنه يكون القطاعين قطاع منتق بهذه الآلية أم بهذه الآلية فلا بد أن نقلس ونحل الجميع الأمور وبعد ذلك نقرر أما هي مسألة مقرد بيانات وشعارات وإلى آخر ولكن النتيجة والمحصلة تكون سالبة فهذا لا يقوز هي ليست ربما شعارات ولكن هناك حزمة من الإجراءات اتخذت حتى الآن في الواقع لتصحيح مسار سوق العمل في القطاع الخاص كيف يبدو اليوم دور النقابات العمالية لتنظيم السوق لحفظ الشباب على الاستقرار في بيئة العمل حتى تنجح هذه الجهود وتأخذ مسارها الطبيعية طبعا بداية النقابات العمالية هي مسألة تصحيح الأوضاع لأنه نجد للأسف أن قانون العمل العمالي لا تطبقه مجموعة من الشركات للأسف بصورته الصحيحة إذن موضوع متابعة وهي تصحح الآن في هذه العملية ولهذا تجد الشكاوي ولهذا تجد الأمور الأخرى التبعات ما هي القطاعات الأكثر ملاحظات برأيكم من خلال المتابعة والله بعد انخفاض سعر البترول صار قطاع للنفط والغاز مع الأسف كثرت فيه المشاكل ربما الشركات المقاولات وليس الشركات الحكومية حتى نكون دقيقين لأن الشركات الحكومية مرتباتها عالية حسب المعطيات ولكن نفس الشيء تجد أنه فيه فارق بين يعني على سبيل المثال إذا يجيل على شركة رائدة من الشركات البترولية الموجودة عندنا في السلطرة فتجد القوى العاملة محصورة في جانبين فقط وهي القانب الدنيوي للعمالة الوطنية وتحصل في بعض القيادات الفوق ما بينهما تحصل ما موجود يعني نسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية ربما المجال التخصصي يدخل في الموضوع باعتبار أن صنف قطاع النفط والغاز من بين القطاعات الأفضل في مستوى التعمين وربما تنمية الموارد البشرية على كل حال بس نرجع فيها في مسألة تدريب وتأهيد في مراكز تدريبية وتأهيلية في هذه الجهات هل لا تستطيع أن تتدخل في الضغط على الشركات والمؤسسات في إيجاد منهج تدريبي معين للكواهد الوطنية لأن الشركات في معظمها بحط عدد من الموظفين في كشف القيمة العددية أكثر من الكيف لكن يسمح لهم يظلوا في بيوت وما يجوا على الشور ويدفع لهم مرتبات فعلهم مرتبات هل هذه حالات موجودة هذا حاصل نعم فالنقابات تستطيع أن تتدخل من كلام المعلومات التي ممكن هل توصلون هذه الملاحظات إلى الجهات المختصة طبعا قوى العاملة وغيرها بشكل مستمر بشكل مستمر وحتى عندنا دراسات يعني عرضنا بعض الدراسات في مجلس عمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى فدايما نحن يعني تكون بياناتنا أو حتى تقاريرنا دقيقة جدا وأتوقع أنه سعادة أحمد يعني منطلع بشكل كبير عن تقارير الاتحاد في هذا البقاء نعم سعادتك تناقشون في المجلس ضعف أداء البرامج العامة في الواقع كيف يتبلور اليوم دور المجلس اجتماعيا من ناحية حث الشباب على الاستقرار الوظيفي على صلب الموضوع نعم دائما تناقشون ضعف الأداء في بعض البرامج من هذه الجهة أو تلك خاصة فيما يتعلق بسوق العمل من الناحية الاجتماعية عليكم أدوار أيضا على المجلس أدوار الاجتماعية لتحفيز المواطنين على الاستقرار الوظيفي نعم وإن كان القانون يسمح بالدوران الآن طبعا نحن نناشد حقيقة القهات المعنية وخاصة الحكومة بشكل عام بأن أكبر المنفرات هي الفوارق في مجموعة من المخصصات سواء كانت تأمينات الاجتماعية لكن كثير من هذه الفوارق تقلصت حقيقة لا تزال هذه الفوارق واسعة ونأمل أن يتم تقليصها بشكل أكبر هل هذه الفوارق المتبقية يمكن أن يفهم منها هذا الكم وهذا العدد الكبير من الاستقالات ليس بالضرورة ولكن نحن حقيقة في أمام كنا أمام منعطف في 2011 حصل خلل في تركيبة العمالية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص هذه يجب أن تكون حالة استثنائية ومن ثم نراقب تغيرات السوق فيما بعد هذه المرحلة كما نقول بأن لا تزال الوزارة بحاجة إلى تحليلات إلى المهن الموجود فيها الوافدين بشكل عام بنك لفرص العمل تحصد بنك لفرص العمل يعطيك الفرص المتاحة خلال خطة خمسية مثلا أو خلال العام كامل بالضبط كذلك حتى الفرص الوظيفية الموجودة والتي يشغلوها وافدون يحتاج إلى تحليلات ما هي نوعية هذه الوظائف ما هي التخصصات الموجودة ومن ثم إعداد البرامج اللازمة لإحلالها مواءمتها مع سوق العمل يعني مثلا نحن نجد من ضمن التحليلات بأنه قرابة 800 ألف يعني وافد موجود في القطاعات الهندسية المساندة فهنا أيضا يجب أن يكون لدينا توقه عام بوضع برامج متخصصة يعني وقادة لتدريب العمانيين ومن ثم إحلالهم يعني تدريقيا في هذه الوظائف نتكلم عن 200 ألف يعني مقابل لكن في المقابل يعني هناك ملاحظة واضحة ملحوظة كثير من الكوادر الوطنية تركوا القطاع العام واتجهوا للقطاع الخاص بسبب الحوافز التي كدمت لهم وجور عالية في بعض الشركات المتخصصة كشركات النفط والغاز الشركات الاتصالات شركات المقاولات شركات الهندسة الشركات في المناطق الحرة والمواني وغير ذلك كيف يمكن البناء على هذا المتغير عندما نتحدث عن أهمية الولوج إلى القطاع الخاص والاستقرار باعتبار أن بداية الغيث قطرة نعم أنا أعتقد بداية ضمن هذه المحفزات تشكيل الاتحاد العام إلى عمال السلطنة وكان أمس أول أمس عندهم احتفالية بيوم العامل بيوم العمال العالمي هذه الاحتفالية تبث روح الانتماء من الشباب العماني إلى القطاع الخاص وجود مؤسسة معنية بالسماع إلى مشاكل العمال في القطاع الخاص أيضا مراقبة فرص التدريب ومناشرة ترقيهات معنية مثل ما تفضل الأستاذ هذه من المحفزات التي ممكن أن تبقي الشباب العماني في القطاع الخاص بالإضافة إلى تقليص الفقوات مؤخرا تم توحيد الأجازات الرسمية سواء كان الدينية أو الوطنية أو غيرها فهذه أيضا أحد المحفزات لا تزال الكثير من المؤسسات تحتاج حقيقة إلى تحليلات أيضا هل هي قادرة على استقطاب الشباب العماني في مثل هذه الرواتب أم لا يعني يحتاج إلى تحليلات مالية مراقبة لقدرة الشركات هذه المالية على استقطاب هؤلاء الشباب نعم تفضل أضيف نقطة يجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات التعليمية وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والمؤسسات التدريب الأخرى تنسيق بينه وبين وزارة القوى العاملة حتى تشوف شو احتياجات الفعلية القطاعات الفعلية وشو التخصصات وتوجه التعليم على التخصصات المطلوبة وتخرج منهم وترفض سوق العمل فيها نعم وخاصة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطة فأنت لما بتهيئ أنت لما بتدرس شو احتياجاتك بصير تشتغل على توفير هذه الاحتياجات وترفض سوق العمل فيها هل تعتقد أن المناهج في الكليات والجامعات بحاجة إلى مراجعة نعم ومراجعة فضلية بحاجة إلى مراجعة حتى تشوف شو احتياجات السوق وتخصصات جليلة طرعت على السوق كيف يريدنا مهندسين؟ كيف يريدنا خبراء في البترول؟ كيف يريدنا خبراء في المقاولات؟ من يكون بهذه المهمة برأيك؟ يصير تنسيق بين القول العملية والمعاهد التدريب والتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم أخي إسحاق فيما يتعلق بالعمل النقابي ما هي القطاعات التي بدأت من خلال مسيرة هذا العمل النقابي حتى الآن التي تبدو عليها ملاحظات تحتاج من الجهات المعنية إلى تركيز فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل والضوابط المرأية؟ جميع القطاعات بدون استثناء للأسف حتى في المؤسسات من الدرجات الأولى وما فوق نحصل فيها مشاكل الشركات أو المؤسسات الحكومية تحصل فيها نفس الشيء بعض الإشكاليات ويرقع ذلك لعدم وجود صاحب قرار في هذه المؤسسات إذا كان في المجلس الإدارة أو لأكبر منها أو مالك هذه المؤسسة نقصد الملاحظات المستمرة في القطاعات في المؤسسات الملاحظة التي عالت أن تكون مستمرة ومتحرك سنة بعد سنة التي هي طبعا عدم وجود نظام واضح لمسائل الترقيات وتدرج الوظيفي وتدرج الوظيفي وتسلم الدرجات الوظيفية وآلية التقييم ونظام يعني نظام إعطاء الفرص في هذا المنصب من ذاك المنصب جميع هذه الأمور لا يوجد لائحة موارد مشارية في جميع أو خلينا نقول بالنسبة الثمانين إلى تسعين بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص فالعامل العماني لا يعرف مساره المهني إلا في القطاع المصرفي يعني موجود ولكن في باقي المؤسسات للأسف يعني أنا الآن دخلت إلى القطاع الخاص أين الخط اللي أمشي فيه العمل اللي أمشي فيه لغاية 15 سنة أو 5 سنوات أو لغاية ما تقاعد يعني نظام التقاعد عندنا بعد 26 سنة و7 أشهر أو 60 سنة هل توجد حالات بالقطاع الخاص كما رأيتم أن يستمر الموظف 15 عاما دون ترقية نعم 20 25 سنة نجدهم لا زالوا ما دون هل هذا مخالف لقانون العمل؟ أو 400 رياض هل هذا مخالف لقانون العمل؟ مخالف؟ لم يشر قانون العمل إلى هذه المسألة؟ أشار قانون العمل بوجود لائحة نظام عمل في كل مؤسسة ولكن متابعة هذه اللوايح للأسف لا يوجد فيها إشراك النقابات العمالية في متابعة هذه اللوايح نفس الشيء للأسف يعني يكون بصورة نادلة هذه النقابات إلى ما تفسره؟ هناك لا لا تقرد تحتكم فيها أنه هناك ضعف ولكن الإمكانية تمكينها لنقابات العمالية للأسف نجد أنه يعتقد أصحاب الأعمال أو من في حكمهم في هذه المؤسسات أنه النقابات العمالية هي النجد لهم وهو الحاجز ومع لأسف أن هذا الفكر غير صحيح هذه النقابات العمالية هي المساعدة لك في إدارة وتأهيل واستقرار المؤسسة نعم سعاتك أيضا فيما يتعلق بتجسير الثقة بين الشركاء الاجتماعيين يتحدثون الإخوة عن هذه الجزئية أصحاب الأعمال العمال هناك مسافة يجب أن تقترب لتحقيق النجاح المطلوب من خطط التعمين الخطط الخمسية الموضوعة أيضا الاستثمار في رأس المال البشري ما هي برأيك متطلباته ضمن المعطيات الحالية التي تشير إلى تحديات واضحة في بيئة العمل؟ أنا أعتقد بأن الوضع الحالي يمضي إلى الأفضل من خلال هذا التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وحقيقة شهدنا الكثير من التعاون فيما بين أطراف الإنتاج هذه نحن أيضا حتى في مجلس الشورى نستقي الكثير من البيانات من الاتحاد العام لعمال السلطنة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة والتي من الممكن أن تحسن في بيئة العمل ونحن الآن حاليا ندرس تعديل قانون التأمينات الاجتماعية كيف ينبغي أن تصل أيضا في المقابل الرسالة إلى منتسب القطاع الخاص أن التجربة بحاجة إلى نفس ومن خلال أن المحفزات التي تشير إليها ربما تطبيقات هذه المحفزات من خلال غموم شركات القطاع الخاص محتاجة إلى مسألة وقت وإنما على عملية الإصرار في العمل ربما تؤدي إلى نتائج المرجوة نعم هو طبعا من خلال استكمال هذه المنظومة المطلوبة في تقريب هذه الفقوة أنا أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك تشريعات واضحة ويعني لوائح متعارف عليها ومتفق عليها من الجميع وبحيث أن الأعذار للشباب الغير راغبين أو المتعدين عن الالتحاق بسوق العمل أعذار غير مقبولة وبالتالي تكون هناك مسؤولية قد تمت من قبل القطاع الحكومي نعم أستاذ عبد القادر كما قرأنا أنك بدأت بمرتب 40 دولارا في الشهر هل هذا الكلام دقيق وكيف يمكن أن يحفز المنتسبين أو المنخرطين في سوق العمل إلى تجربة مماثلة أنا اتحقت في البنك العربي في سنة 1957 وأول ما عينت وعينت بهذا الراتب الذي أنت تقوله لكن 40 دولار في ذلك الفترة كانوا يعني كانوا عادوا 15 دينار يعني كان مقبول لكن بهذهك لما خضعت للتدريب كنت دايما بعد ما أخلص الشغل المطلوب مني أروح أقعد أو أجلس بجانب رئيس قسم آخر شغله مش شغلي نعم وأتعلم منه الشغل اللي هو بيعمله وكل يوم أروح لقسم حتى أزيد معلوماتي في عمل البنك نعم في فترة ثلاث أربع شهور صرت أنا الوحيد الملم في كل أعمل الأقسام الموجودة عندي في الدائرة فكان كل ما يروح واحد إجازة ما يلاقوا حد يحطوا محل له لأنا لأنه أنا اتدربت على هذا من تقاء نفسي نعم التنمية الذاتية التنمية تقدر ممكن حتى يستلم القيادة أنت إذا بدك تكون قيادي لازم تكون تعرف كل العمل وإلا بعدين ما بتقدر تشرف عليه وتشوف شو الصح وشو الغلاط يجب أن تقوم بإعطاء نفسك ثقافة في العمل في كل نواحي الشغل حتى هم ينتخبوا قيادي هم ينتخبوا قيادي لأنه قليلين اللي بكونوا بيعرفوا كل نواحي العمل وهذا اللي كنت أعمل على نعم تنمية الذات أخي صحار كيف يمكن للعمل النقابي أن يحفز عليه ويشجع عليه وخاصة أن التنمية الذاتية تعتبر جزء كبير من الترقي الوظيفي من خلال الفهم الشمولي لمسارات العمل وأيضا كما أشرنا الإصرار على النجاح طبعا هذه من ضمن أهداف النقابات العمالية في تعزيز حب تنمية الذات بالإضافة إلى ذلك حب أو شغف في الرقيب العمل من ضمن أهداف نفس الشيء في مسائل التوعية بجميع ما يخص العامل الجانب الآخر التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل جميع هذه الأمور دائما نقابات العمالية تعي فيها وتقوم فيها بدورات توعوية لمنتسبها سعادتك بما يتعلق بأهم القضايا التي اطرحت قضية التجارة المستترة التي ربما تضرب الاقتصاد بالتأكيد تضرب الاقتصاد وبمقدرات المجتمع بأي شكل تم تناولها في لقاء مجلس الشورى مع وزير القوى العاملة؟ نعم هو طبعا الجميع يعني يؤكد ومتفق بأنه هذه التجارة هي ما ينخر يعني الاقتصاد العماني وبالتالي محاربتها هذا شيء مطلب من الجميع حقيقة ما تناولت أنا مع الأخوان في سواء كان وزارة القوى العاملة أو القهات المعنية الأخرى هي مراقبة التحويلات التي تصدر من القوى العاملة الوافدة والمؤسسات تحويلات مليارية؟ المليارية نعم وبالتالي معرفة مكامن هذه التجارة لأننا نتحدثنا في المرة الماضية عن أن العدل يصل إلى قرابة ثلاثة مليار ريال عماني تحويلات من ذلك نعم هذا ينهيك جدا الاقتصاد العماني علينا دائما وجول التحليلات واضحة حتى نستطيع معالقة المشكلة بالكيفية التي ينبغي لها والتي تحل المشكلة إلى جانب التشريع والقانون والضوابط كيف اليوم يتبلور دور المواطن في حلحلة هذه الظاهرة مكافحة التجارة المستثرة التي أحيانا تكون بتمرير واضح؟ نعم وطبعا هذه مشكلة قائمة يجب أن نعترف فيها دور المواطن في هذه المستثرة؟ أنا أعتقد أنها ستظل موجودة ولكن نحن نحتاج إلى أن نقلل من حكم الإضرار منها أنا أعتقد أنه نحتاج بالإضافة إلى تحليلات في الحوالات ومعرفة مكان من هذه التجارة أيضا نحتاج إلى وجود قوانين تصاغ للحد من هذه المشكلة فأنا أعتقد أن بعض الدول في المنطقة في دول الجوار أكثر من دولة وضعت تشريعات كل بما يتناسب وطبيعة الاقتصاد لهذه الدولة نعم أستاذ عبد القادر أيضا من الأشياء التي أيضا كانت محل نقاش تعدد السجلات التجارية للفرد الواحد ما هو التأثير السلبي من ظاهرة كهذه على الاقتصاد؟ ربما يصل هو التجارة المستتر يعني أنت لما بتاخد مئتين سجل وبعدين بتبيحهم وبيشتغلوا عليهم الآخرين هذا مش محسوب على الاقتصاد يعني ما محسوب على الدولة الاقتصادية لأنه هذا شيء خارجي مثل اللي بيهرب العملة يعني فلما بيكون الأمور غير خاض على إحصائيات معينة اللي تقدر تعرف شو إنتاجيتها في الاقتصاد وشو فائتها في الاقتصاد داخلها وخارجها نعم فهم ليش بيسموها مستترة لأنها ليش خاض على الكنترول ولا خاض على أي إحصائيات اللافت أن هذه السجلات يتم إصدارها من جهات يطلبها بشكل قانوني نعم ويأخذها باسمه وبعدين يبدأ بتوزيعها وبيحها لأشخاص معينين ويفتح سجل الآخر بعدما يبيع الأمور وهلهم مجرة فهذه يعني مضرة جدا خطيرة في الاقتصاد ما هي المعالجات التي يمكن تطبيقها في هذا الإطار؟ يصير فيه تدقيق على إخراج الرخص والتسجيل يجب أن يكون فيه تدقيق ويتأكدوا أنه ما فيه هناك أي سجل تجاري أمام طالب السجل حتى لا يتكرر السجلات التجارية اللي غير مفاعلة هو بفاعلها بالشكل اللي هو بده إياها أو لو تكرر بيع السجلات كثيرة تبدأ تساؤلات بشأنه مثل أذونات الدخول كمان والإقامة الإقامة كمان بيأخذوها وبتنباها فهذه كلها بده شوية تثقيق بس على على طلبات تسجيل الشركات تشير للمأدونيات أستاذ حملات التفتيش كيف يمكن يعني تفعيل آليات هذه الحملات لتصبح فاعلة وتحقق أهدافها وهل هذه الحملات ربما تلتقي بالنقابات العمالية على الميدان نعم طبعا من ضمن التعاون المستمر بين الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة بالتنسيق لوجود حملات تفتيشية ودائما ما يشارك الاتحاد في هذه الحملات كنوع من القانب التوعوي للعمال بأهميته وعملية نفس الشيء احتواء يعني العاملين في القطاع الخاص بس ممكن أرجع إلى الحل بخصوص التقارة المستترة من وجهة نظر الاتحاد العام طبعا الحل في هذه المسألة هي وجود قرار صارم في مسألة شاغلين السقلات التقارية يخيروا بأن يعني يفرض عليهم أو أنهم يزاولوا المهنة بنفسهم أو تقارتهم بنفسهم أو أنه يعني يسحب عليهم الرخص هذه وبالتالي هم شغالي مثلا في القطاع الخاصة أو في القطاع الحكومة أو القطاع العسكري فيخير الشخص مع تمكينهم في حالة أنه لكن الاستثمار يعني فرصة مسموح بها في كل التجارب هذا نوع من الاستثمار 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 بس الاستثمار الغير صحيح موضوع تعدد السجلات قضية أما مثلا الموظف العام ربما يستثمر في مجال ما يعني هل القانون يعني يحضر ذلك؟ طبعا القانون لا يحضر ذلك ولكن في مسألة التصحيح لهذا المسار يقب على الحكومة فيما يتعلق تقصر التجارة المستثرة؟ طبعا أنه يخير الشخص أنه بيزاول هذه المهنة أو تجارته بنفسه أو أنه يتطرق فيه شؤون عمله الآخر كيف يمكن كشف يعني ممارسة التجارة المستثرة؟ طبعا بمسألة الحوالات بشتى بشتى الانواع إذا كان بالتفتيش أو الحوالات البنكية طبعا كان فيه برنامج كحماية الأقور الأخوار الذين نشتغل فيه في البنك المركزي ووزارة القوى العاملة وبعض القهات المعنية هل كل الحوالات تصدر عن طريق المصارف؟ أستاذ عبدالقادر؟ مش كل الحوالات تصدر عن طريق المطار السفر؟ في بيوت تحويل عملات شركات أو مؤسسات صغيرة تكون بتحويل وأكثر المغتربين ليس عن طريق البنو يعني المبلغ الأكبر ليس عن طريق البنوك؟ حوالات الأفراد أكثر ومش عن طريق البنوك توقعاتك أستاذ عبدالقادر لو نظرنا إلى الرقم الأشمل في التحويلات السنوية بكم تقدر إذا علمنا أن جزء كبير من التحويلات ليس عن طريق المصارف؟ ربما الثلاثة مليارات الذي يشير إليه البنك المركزي تحويلات بس هذه الموجودة بسجلات البنوك نعم لكن ما فيه هناك تثقيق في هذه الحالة بكم تقدر يمكن أنا أبدا بالضعف الرقم نعم سعادتك ذكرتم أو تناولتم عمليات حملات التفتيش التي ربما أن تصل إلى آليات فعالة حتى تصل إلى الأهداف والنتائج المستهدفة نعم وطبعا أنا أعتقد أن فيما دار في جلسة مع الشيخ وزير أنا أعتقد بأن الجوانب السلبية التي تتم في عمل هذه العملية وما أبداه وزارة القوى العاملة بأنه لن نستطيع أن نحل هذه المشكلة من خلال فقط يعني مشكلة أو جانب المدهمات لأن الأعداد المطلوبة من التوظيف العمانيين لإنقراطهم في فرقة التفتيش ستكون عالية جدا مقارنة مع أعداد الوافدين الموجودين وبالتالي فهو لا بد أن يكون هناك تنظيم من خلال مراقبة وزارة التقارة والصناعة لإصدار السقلات كما ذكرت بأنه يوجد مئتين سقل يعني هذا الشخص كم سيشرف على هذه المؤسسات ما هي الطاقة أو القدرة له على الإشراف إلى هذه المؤسسات وبالتالي وزارة القوى العاملة هي مقبرة على إعطاء المدونيات متى ما كان هناك مستندات يعني دافعة لهذا الإصدار نعم لجنة الحوار الاجتماعي أخي إصحاق نعم هل من دور أفضل لهذه اللجنة؟ للأسف كان آخر اجتماع لها في توقيع مسودة قانون العمل وكان ذلك في 1 مايو 2014 ومن ذلك التاريخ لغاية الآن لم تجتمع هذه اللجنة لماذا لم تجتمع؟ للأسف لا يوجد نقاشات معينة تستدعي فيها القلوس مرة ثانية يعني القانون العمل بعدما راح إلى مجلس الوزراء لا نرى منه أي نتيجة لا نعرف إلى أين وصل هل تم تحويله إلى مجلس عمان أم لا؟ هل سيتم تحويله إلى مجلس عمان أم لا؟ كل هذه الأمور هي مبهمة لكن في كل الأحوال سيصدر المراجعة حسب ما فهمنا من تصريحات المسؤولين في وزارة القوى العاملة أن صدوره قريبا ربما هل من ملاحظات في القانون الجديد ساعاتك أبداء المجلس؟ هو حقيقة يعني الحكومة يعني عملت ورش عمل أطرفت فيها مجموعة من الأطراف لكن مجلس الشورى لم يكن شريك في هذه الندوات وبالتالي فهو ينتظر قانون العمل ومن ثم يأخذ دورته التشريحة يعني ربما يدرس في مجلس الدولة؟ نعم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة